أهلا بيكو في كنشرح لي وعاجل جدا اليوم محامي أصحاب المعاشات يكشف الموعد النهائي لجلسة الخبير والحكم النهائي لدعوة العلوات الخمس صرح محامي أصحاب المعاشات عبر منشور له أن الخبير حدد الجلسة الأخيرة أمامه لمباشرة مأموريته في الدعوة المقامة من اتحاد أصحاب المعاشات من الراحل عبدالله أبو الفتوح الرئيس السابق للاتحاد وآخرين والتي يستكملها أحمد الغرابي الرئيس الحالي وهي الدعوة المحالة إلى الخبراء من محكمة القضاء الإداري لاحتساب عدد أصحاب المعاشات المستفيدين والمستحقين من العلوات الخمس الخاصة والذين خرجوا للمعاش منذ يوليو الفتسعمائة سبعة وتمانين وحتى يونيو الفين وعشرين وكذلك المبالغ المستحقة والمتجمدات النشئة بأسراجي عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ فبراير سنة 2019 في وجود الراحل البدري فرغالي رحمه الله ولم يتم تنفيذه حتى الآن وعن الجلسة الأخيرة للخبير كشف المستشار عبدالغفار مغوري المستشار القانوني لاتحايد أصحاب المعاشات عن موعد الجلسة الأخيرة التي حددها خبير وزارة العدل وذلك في يوم تمانية وعشرين من أبريل القادم الفين أربعة وعشرين الساعة التسعة والنصف صباحا وأضاف مغوري من المنتظر أن تؤجل الدعوة من اتنين وعشرين أربعة الفين أربعة وعشرين إلى شهر يونيو القادم سيكون بإذن الله قد انتهى الخبير من تقريره وإرساله إلى المحكمة والتي انتقل مقرها إلى محكمة مجلس الدولة الجديد في القاهرة الجديدة وأتم المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات بقوله كل ما أريد أن تعرفوا حضراتكم لكم حقوق نسعى من خلال اتحاد المعاشات وإدارته ونقاباته للحصول عليها وإيصال الحق المستحقي إن شاء الله دعوتكم وربنا إن شاء الله يكرم الناس اللي بتسعى وبتجري فيه رجوع الحق لأصحابه وخصوصا رجوع الحق لأصحاب المعاشات وزي ما قلنا دايما إنهم يعني ناس على يعني عنا ورأسنا وناس قدوا عمرهم كله في خدمة أشغالهم وخدمة الوطن فالمفروض يستحقوا مستحقاتهم ما حدش هديهم حاجة من جيبه يستحقوا اللي هما كان مفروض ياخدوهم واخدوهوش ويستحقوا الوقوف بجانبهم إن شاء الله ربنا يكرم كل من بيحاول استرجاع حقوق زهبت بطريقة أو ما والناس ما حصلتش عليها إن شاء الله ربنا يرد الحق لأصحابها وبنشكركم على حسن الاستماع أتمنى منكم للسه مشاركش في القناة يشترك في القناة ودعمونا باللايك وشير كتير يا جماعة عشان بتاخد عليه حضرتك يعني إلى ما فيه إن انت فعلا بتشجعنا ودعمنا باللايك وشير بتاخد برضا عليه أجري وسواب إن انت بكون صاحب فضل على اللي بيشوف الفيديو بواسطة اللايك وشير بتاع حتياتك لأن الفيديو بيطفل حركات البحث بيوصل لناس كتير اضغط زر الجلس او الاختيار قول او كل عشان يسلكوا كل جديد واشعر بكل جديد بنقدمه وكان معكم سيد شاكر من قناة تشرح لي أشوفكم على خير